السذاجة التي تلقى إلى مستوى الجريمة المبيتة بالترويج لهالة من الشكوك حول صحة الرئيس وتجتمع وقتئذ عن قصد أو عن غير قصد الأجواء الملائمة لاختصار عهدة الرئيس الحالية والذهب نحو مرحلة انتقالية تعود بمجبها الأقلية إلى سدة الحكومة أهم ما جاء في رسالة وقعها ثلاثة وزراء سابقين من أقوى رجالات الحزب العتيد الذين خرجوا عن طاعة الأمين العام للأفلان عمار سعداني ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل الأسبق عمار تو وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق رشيد حروبية ووزير السياحة الأسبق محمد صغير قارة الرسالة التي تحوز الشرق نيوز على نسخة منها تعد الأولى من نوعها جاءت حسب فحواها ردا على مجموعة 19 ناقص أربعة التي تضم وزارة سابقين ومجاهدين طالبوا بلقاء رئيس بوتفليقة لاستفساره عن بعض القرارات التي شككوا في أن يكون هو من قد اتخذها أصحاب رسالة اعتبروا المسعى اشتراراً لما فشلت فيه المعارضة المطالبة بمرحلة انتقالية منذ 2013 ولما خابت الآمال في مختلف السياغ للدفع إلى التنحي الرئيس بعد الفشل في منع العهدة الرابعة والدخول في مرحلة انتقالية أخرى تضمن تسير البلاد بالتعيين من قبل الأقلية تم الجهر بالنواية التي لا تؤمن بالقفز على المؤسسات الفتية باختزالها في مؤسسة الرئاسة بل في شخص رئيس الجمهورية حصرياً تقول الرسالة وتساءلوا كيف يمكن لفرد أو مجموعة أفراد متنافرين إذا كانوا مقطوعي الأوصال مع المجتمع العميق أن يدركوا ما قد تعجز عنه مصالح استعلاماتية متمرسة وختمت رسالة أما إذا كان الأمر يتعلق بالخوف على الكعبة فللجزائري رب يحميها اشتركوا في القناة